هذه أبرز العناوين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرج ووضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بالسبب بور الزوق محطة راديو مارس تقدم اعتدارها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني وليدر جراغي تقدمت محطة راديو مارس باعتدار للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم والناخب الوطني وليدر جراغي وجميع مكونات المنتخب المغربي عن التصريحات المثيئة التي أدل بها المحلل الرياضي حمزة برزوق في برنامج علم مارس يوم الثلاثة الثامن والعشرين من نوامر الفين وثلاثة وعشرين وقالت المحطة الإدعية في رسالة اعتدارها أن تصريحات برزوق كانت خارج الصياق وبعيدة عن الخط التحريري للمحطة لارتباطها بخيارات المدرب الوطني للاعب الأندية الوطنية وتأثيرها على التوقف البطولة الوطنية في تواريخ الفيفا المخصصة للمبارية الدولية وأكدت إدارة راديو مارس حرصها على احترام إخلاقية المهنة وعدم توجه الاتهامات البطلة التي لا تستند لأي دليل وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات التأذيبية المناسبة لكل من يخالف هذا التوجه وكررت المحطة اعتدارها لكل من مسته هذه التصريحات مؤكدة في السياق ذات حرصها على ضمان حرية التعبير المسؤول والنقد البناء خدمة للمنظومة الرياضية الوطنية بصفة عامة والكروية بصفة خاصة وكان برزوق اللاعب السابق والمحلل الرياضي لدى راديو مارس قد اتهم الناخب الوطني وليد راديو بالتواطئ مع فريقه السابق الوداد عبر تقديم خدمة كبيرة للفريق عبر استدعاء ثلاث من لاعبه الأساسي حتى يتسنى له الاستفادة من مدة راحة أطول بسبب مشاركته في بطولة السوبرليغ الذي حل به وصيفا للبطل وتسبب تصريحة برزوق اتجاه وليد راديو في ردود فعل غاضبة من قبال العديد من المتابعين لشأن الرياضي المغربي الذي نعتبرها مسئة وغير مسئولة لا يصدق موهبة جديدة في برشلون أخيرا تقارر تمثيل المنتخب المغربي وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة الدعوة للعب إسماعيل الزياني مهاجم فريقي في تياني برشلون الإسبانية للمشاركة مع المنتخب المغربي ونشر اللاعب صورة للمرسلة التي تواصل بها نادي برشلون من أجل السماح لها بالمشاركة مع منتخب أقل من خمسة عشر سنتان في معسكره المقرر خلال الفترة الممتدمة بين الحادي عشر والثامين عشر من دجنبير القادم يشار إلى أن إسماعيل الزياني من موالد سنة ألفين وتسعة وهو من أب مغربي وأم إسباني عصام الشرعي يضم بون ولاعبين من المنتخب الوطني الأول في تشكيلة الأولمبي قبل أولمبياد باريس يتجه عصام الشرعي مدرب المنتخب الأولمبيا المغربي نحو الاستغناء عن اللاعبين الممارسين في البطولة المغربية خلال مشاركة المغرب في الألعاب الأولمبيا المقبلة والاكتفاء فقط بالعناصر التي تتميز في أوروبا وأكد موقع العرب الجديد نقلا عن مصادرها النلاعبين من أمثال حمزة إجمان مهاجم نادي الجيش الملكية وزكريا لبي بالظاهر الأيصر لنادي شباب السوالم بالإضافة إلى حارس نادي الفتح الرياضي رشيد غانمي تضاءلت حضوضهم في الحضور في الأولمبياد المقبل ويفكر أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي في استدعاء عناصر مثل الحارس ياسيانبونو المحترف في نادي الهلال السعودية ونيف أكراد مدافع فارق ويستهام يونيتد الإنجليزية بالإضافة إلى أشرح حكيم لعب نادي باريسان جارمان الفرنسي لضمهم للمنتخب الأولمبيا المقبل على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 المغرب يطلق باقة قنوات رياضية استعداد لكأس أفريقيا 2025 ومونديال 2030 في إطار استعدادها للتحول إلى هولدينك صادقت الشركة الوطنية للإداع والتلفز المغربية على إضافة قنوات رياضية جديدة ليصبح العدد أربع قنوات رياضية هي HD1 وHD2 وHD3 وHD4 وبالتالي سيتم حل مشكل المباريات المتزمنة حيث كان يتم الاستعانة بقنوات الرابعة والخمسة والثامنة ونقل بعض الأحداث حصرا في منصات التواصل الاجتماعي أو إعادتها مسجلة وبتت شركة سنرثيت تواجه تحديات كبيرة وضغوط لتغطية عدد من المباريات في مختلف رياضات بالإضافة لتظاهرة الرياضية الوطنية والقارية والدولية ولعل الجانب الإعلامي الرياضي يعتبر عنصر قوة لاستضافة أي بطنة قارية أو عالمية كما هو الحال بالنسبة لكأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 سعيد نصر يتخذ خطوة مفاجئة بخصوص التخلي عن المدرب عادل رمزي فتحت الخسارة المفاجئة لفريق الوداد رياضي البيضاوي المغربي لكرة القدم أمام مضيفه جواني جالكسي البوتسواني السبت الماضي ضمن منافسة دور أبطل إفريقيا فتحت الكثير من التساؤلات حول مستقبل عادل رمزي مدرب الوداد بخاصة أن الخسارة كانت أمام أحد الأندية المغمورة على السعيد القاري وأكد موقع العرب الجديد أن سعيد نصر رئيس الفريق الأحمر اتصل بالمدرب عادل رمزي بعد المواجهة وطالبه بعدم التأثر بالخسارة والتركيز على المباريات القادمة وضفضت المصدر أن نادي الوداد سيمنح مدربه فرصة أخرى في المباريات الثلاثة القادمة وسيحسم في مستقبل على ضوء النتائج المحققة في هذه المباريات بخاصة أن نتائجه تتأرجح بين فوز وتعطر منذ توليه مهمة تدريب الفريق بداية الموسم الكرة والحالي ويفضل رئيس الوداد الرياضي الاحتفاظ بالمدرب عادل رمزي خلال الوقت الحالي إلا أن عدم تحقيقه لنتائج إيجابية في المباريات الثلاثة القادمة سيضطره للتفكير في البديلة ويبقى اسم التونسي المخضر فوز البنزارتي الأقرب لتعوضه في حال الرحيل جدرون بالذكر أن عادل رمزي لم يجح برفقة الوداد رياضي في تجاوز دور المجموعة بكأس الملك سلمان للأندي الأبطال بالسعودي الصيف الماضي في حين بلغ نهائي مصابقة الدور الأفريقية قبل أن يخسر أمام منادي ماماليودي ساندونز الجنب الأفريقية كما أن نتائجه في بطولة الدور المغربي للمحترفين غير مستقرة وأخرها الهزيمة القاسية أمام الجيش الملكي بـ 3-1 هذه أبرز العناوين بالسبب بورزوق محطة راديو مارس تقدم احتدارها للجامعة الملكية المغربي لكرة القدم والناخب الوطني وليدرقراجي لا يصدق موهبة جديدة في برشلون أخيرا تقرر تمتيل المنتخب المغربي عصم الشرعي يضم بونو ولاعبين من المنتخب الوطني الأول قبل أولمبياد باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة